السلام عليكم السلام عليكم مثل العادي انا رح ظلني احكي بهالمصطلح وراء العدو ولكن اليوم رح احكي عن عدو الداخل بالايام الماضي ما ظل الواحد يعرف يحكي الا ما طلع وخاصة بلبنان وحكى امام عدسات وشاشات الاعلام والاذاعات عما يجري في لبنان وصار يعني طبعا يكيل النقد والشتم والذم والقدح ولم يتركوا كلمة الا وقالوها بحق المقاومة التي تجلب الدمار للبنان يعني حتى اللي كانوا محسبين مثل ما كان يسموا حالا المحسبين على المقاومة او المقاومة او المقاومة يعني كل اللي كانوا مع المقاومة يصفقوا ويطبلوا ويزمروا بالفترة الاخيرة للأسف الشديد ضعف ايمانهم وكون هني معزولين يعني اصلا ما عندهم هذيك الاتصالات بمراكز دراسات استراتيجية او بقيادات ميدانية يعني ما ظل عندهم الا اللي يشوفوه عبر وسائل الاعلام المضللي والمعادي حتى للأسف الشديد بعض المحللين اللي كانوا يعني كانوا يزاودوا بشكل غريب بمصطلحات المكعبات والمثلثات والمجزئات كل هذه العبارات الخنفشاري اللي كانوا يحكوها على وسائل الاعلام بالفترة الاخيرة صار بدهم ان المقاومة يعني تعطيهم تقرير مفصل عن عملها وليش عبتغلط وليش عبتضرب بشكل قوي وليش هال يعني هالضعف بالاداء باداء المقاومة احد الشخصيات اللبنانية مبارحة بشوف على الو تي في عبيقول هذا البرنامج التلفزيوني اللبناني قال انه المقاومة جابت كوارث الى المنطقة طيب انا اليوم بدي احكي من منطلق فلسفي خلينا نعرف الكارثة كل انسان بدي اعرفه من من منطقه من ثقافته من بيئته بالنسبة لي اني كانسان شرقي ريفي عقائدي تربيت بعائلية وطنية الكارثة اللي كنت شوفها ببعض المجتمعات العربية اللي هي الانحلال الخلقي اللي هي يعني مجتمعنا الذهب بشكل اعمى وراء الغرب الغرب التحديدا لانه في اكثر من غرب الغرب الصهيوني اللي عبيدعي للحلال الخلقي اللي عبيدعي للمليار الذهبي انه قتل ست ملايين ست مليارات بني ادم ما يظل غير مليار واحد ويعني يهدم كل القيم المجتمعية ما يظل فيه كنيسة ما يظل فيه اسرة ما يظل فيه عادات وتقاليد وهذا الشي بدأوا بتطبيقه اني بتذكر تماما عام 1984 كنت في نيويورك عب احضر معرض رسم شفت بعض اللوحات بصراحة بهذاك الوقت اني بأول عمري عمري عشرين سنة 23 سنة بالضبط خلال جولتي حول العالم على ظهر جواد شفت بعض اللوحات عارية فعب كله للرسام اللي عب يشرح للناس انه اني ما متعود شوف هذه اللوحات قل لي خليك شوي بنحكي على جنب صار يسألني منين انت جاي قلت له اني جاي من سوريا وهي اول مرة بيجي على نيويورك استفاض بالشرح قل لي بالتأكيد عبين ما ترجع على سوريا راح تلاقي كل هاي اللوحات وهاي المناظر قدامك لانه نحن عم نشتغل على هذا الموضوع ان كان بالرسم او كان بالكتابي او كان بالموسيقى او كان بالملابس لنحول هذا المجتمع وهذا الشي ما بدأ اليوم بدأ عام 1798 لما الدولار قرر انه يقضي على الكنيسي الكاثوليكي بفرنسا وعلى العائل المالكي اذا بالنسبة لي ان هذا المجتمع اللي صرنا بالفترة الاخيرة بمدننا بسوريا ولبنان وبالعالم العربي نشوفه صرت تحسوا انه كارثي بكل ما تعنيه الكلمة اما انه يتدمر بيت لا دمار البيت سلطان باشا الاطرش يوم قالوا له الفرنسيين دمرنا لك مبافتك قال لهم شو مهم نرجع من عمره اما الكارثي بالنسبة للسيد اللبناني اللي حكاها مبارع على التلفزيون هي انه نعيش بمنطقة نخلي نتنياهو يساوي منطقة الشرق الاوسط الجديد يعني تكون اسرائيل هي الدولة العظمى وكل ما عداها غربا حتى موريتانيا وشرقا حتى سلطنة عمان تكون عبارة عن اخطاعات عن اخطاعيات عن ممالك صغيري عن مشايخ صغيري يجوا يضربونه التحيي وهن مبلشين بها السياسي اللي ما بيشوف ما يحكي بالسياسي اللي ما بيطلع ما يحكي بالسياسي من اكثر من خمسة عشر سنة بلشوا بمناطق محددة بدول الخليج العربي يعملوا مساحات مخصصة للأوروبيين ويجيبوا شوية شوية العرب عليها ويجيبوا النساء العربيات اللي صاروا يسافروا لحالهم ويدخلون على هذه الأماكن ليدمروا فعلا المجتمع العربي مثل ما هو مدمر بأوروبا ومش اني لحالي عبي حكي اني لي علاقات وطيدي مع أوروبيين اللي عم نشتغل نحن وياهم سوى اليوم أو اللي بسموا حالهم المقاومة الأوروبية للسيطرة الغربية الأطلسية الأنجلوسكسونية على أوروبا إذن يا سيد الكريم الكارثي هي أن تسمح لإسرائيل تفسد المجتمعات الشرقية وتقتل المجتمعات الشرقية روحيا ووجدانيا وبالتالي ما يظل غير الملاهي والحانات وأماكن الدعارة وبحيث أنه هالناس هذه يعني اللي ما معه شهادة شهادة دراسة ابتدائية يصير من خلال هذه الأماكن يصير غني ويصير مليونير ويصير يقد رايات ويصير هو يحط سياسي للمجتمع إن كان من خلال شراء السيارات أو شراء الجاه أو شراء الذمم أو استلام المناصب السياسية إذن سيد الكريم نحن منتشرف بهذه المقاومة اللي هي عبر الدافع اللي هي عبر تثبت أخلاقيات قبل ما تثبت أسلحة وعيتاد ومراكز سيطرة وتحكم نحن اليوم لا يمكن إنه الإنسان الشرقي الصحيح الحقيقي يقبل بهذا الشي إجت المسيرة أو الطائرة الانتحارية لحزب الله مبارح فجأة الناس كلها وعت إنه المقاومة بعدها ما ماتت ولا ضعفت وبالتالي الكلام اللي كان يقولهه خلينا نعمل الانتخابات مبكرة من شان حتى المقاومة تطلع من البرلمان اللبناني أنا اللي بد أقوله اليوم هذول السادة اللي قاعدين ببيوتهم ما إلهم أي علاقة بمراكز دراسات استراتيجية ولا إلهم أي علاقة بمواقع القرار الميداني على الأرض واللي ما عنده ثقافي عقائدي واللي ما عنده رسالي بهاي الحياة أفضل إنه يعيرون شوي يعني سكوت وما يظلون يثرثروا عبر وسائل الأعلام خلينا ناخذ لا سمح الله فرضيه إنه المقاومة اليوم انكسرت هذه موقعة وليست حرب هذه معركة وليست حرب يعني هل إذا انتصرت إسرائيل اليوم نحن راح نرفع دينا ونروح نسلم ونعيش مثل ما بدا إسرائيل ونخلي إسرائيل يتسيطر علينا اقتصادياً وأخلاقياً وروحياً اقلوهم اضربوهم لا تتركوا أحداً منهم نصر الله المقاومة العربية أينما كانت وللي عبيت فزلكوا بيحكوا إنه والله إيران عبيت حارب من خلال العرب وإيران إلها مصالح قال لي طبعاً ما بتربطني بإيران أي علاقات مصلحة مجرد إنه بيعتبر إيران مثليها مثل أي جارة إلنا لأنه ما إجت طارقة ما إجت من سطح القمر إيران صلى عشرة ألاف سنة بالمنطقة ليش ما قلتوا نفس الكلام بـ 2011 لما إجت تركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبلجكا وأميركا ثمانين دولة إجوا يحاربوا بسوريا ليش ما قلتوا إلهم مصالح هذولي عندنا كل عمر الدول إلها مصالح عند بعضها وبالتالي يعني ما بسور نحن نشوف وحدي من هذه الدول عدو والباقي إلو حق إنه يستبيحنا لننطفض لننهض لنرى جيداً لنقف الموقف المشرف الذي يجب أن نقف فيه النصر للمقاومة موسيقى موسيقى